الأردنيون اليوم عم بيتساءلوا عما إذا كانت الحكومة رح تفرض حضر بعد ما سجلت إصابات محلية بفيروس كورونا لمدة ثلاث أيام متتالية البعض عم بيعرب عن تخوفه من إعادة فرض الحضر اللي رح يأثر سلبا على نشاطات المنشآت الاقتصادية البعض الآخر عم بيأيد فرض حضر من جديد خشية من انتشار الوباء في البلاد الحكومة حكت على لسان وزير الدولة لشؤون الإعلام سيد أمجر العضايلة أن مصفوفة مراحل التعامل مع جائحة كورونا قد تخضع للتعديل بما يتناسب مع المصلحة الوطنية العليا موضوع خطورة تفشي فيروس كورونا في المصفوفة تنقسم لخمس مستويات رح نوضحهم بإيجاز وبطريقة مبسطة قدر الإمكان لحتى نقدر نفهم شو مستويات الخطورة خمس مستويات الخطر الحرج عالي الخطورة متوسط الخطورة معتدل الخطورة ومنخفض الخطورة بحسب تطورات الحالة الوبائية طبعا خلينا نبدأ بالمستوى الأول ألا وهو مستوى منخفض الخطورة بحسب المصفوفة هذا المستوى من خلاله تفتح جميع الأنشطة بمجرد ما ننتقل إلى مستوى منخفض الخطورة بما فيها المؤسسات التعليمية بمراحلها كافة دور السينما مدن الألعاب أماكن الترفيه الأنشطة الشبابية بالإضافة إلى السماح بتنظيم حفلات الزفاف في قاعة الأفراح وفتح بيوت العزاء الحكومة أوضحت لما نشرت المصفوفة أنه لا حضر أو إغلاق لقطاعات ولا قيود على الفعاليات الاجتماعية ووسائل النقل والتنقل داخل الأقاليم وبين المحافظات عند الانتقال للمستوى الأخير من المصفوفة واللي هو مستوى منخفض الخطورة واللي إحنا لسه ما أصلنا له مستوى معتدل الخطورة واللي لا يزال الأردن في هذا المستوى واللي هو ما قبل الأخير من المصفوفة مستوى معتدل الخطورة واللي تطلب الوصول إلى انخفاض عدد الحالات الداخلية بشكل كبير خلال 14 يوم حيث بلغت أقل من 10 حالات يوميا فيما تتطلب المحافظة على مستوى معتدل الخطورة تسجيل أقل من 10 حالات إصابة محلية بالفيروس على مدى 7 أيام متتالية الحكومة من خلال هذا المستوى تستمر بفرض إغلاق محدود على بعض القطاعات كالمدارس رياض الأطفال الجامعات الكليات والمعاهد وصلاة الأفراح وبيوت العزاء ودور السينما والأنشطة الشبابية كافة ومنظمي الفعاليات ومراكز التدريب والمراكز التقافية والحدائق العامة والأماكن الترفيهية وتحدد مواعيد تنقل المواطنين من السادسة صباحا ولغاية الواحدة بعد منتصف الليل وللمنشآت من السادسة صباحا ولغاية الساعة 12 بالليل وتقتصر الفعاليات الاجتماعية على 20 شخص كحد أعلى وتنفرض العمل لوسائل النقل بسعة 50 فقط في هذا المستوى ومن ثم رفعت لا نسبة الاستخدام لـ 75% وبرجع بذكر أن هذا هو المستوى اللي إحنا حاليا فيه الأردن في مستوى ما قبل الأخير في المصفوفة بالانتقال للمستوى الثالث في المصفوفة فهو مستوى متوسط الخطورة العودة للمستوى الثالث مستوى متوسط الخطورة تعني أنه تنتسجيل من 10 إلى 20 حالة إصابة محلية لمدة 7 أيام متتالية لدى العودة لمتوسط الخطورة وقتها بتم فرض حظر شامل لمدة يوم واحد أسبوعيا وتحدد مواعيد تنقل الأفراد يوميا نساة الثامنة صباحا وحتى العاشرة مساءا وضمن نظام الفردي والزوجي ويمنع تنقل بين المحافظات سوى لحاملي التصريح وتقتصر الفعاليات الاجتماعية على 10 أشخاص كحد أعلى بالانتقال إلى المستوى الرابع من المصفوفة فهو مستوى عالي الخطورة هذا هو المستوى الثاني في المصفوفة بتم الرجوع له في حال سجلت أكثر من 20 إصابة محلية يوميا ولمدة 7 أيام متتالية وقتها يتم فرض حظر شامل لمدة يومين خلال الأسبوع مواعيد الحركة المسموح فيها تحدد من الساعة الثامنة صباحا وحتى السادسة مساءا يوميا باستثناء طبعا أيام الحظر الشامل تمنع الفعاليات الاجتماعية باستثناء حالات الدفن يسمح بتواجد خمس أشخاص فقط كحد أعلى ويتنقل الأفراد ضمن مصفوفة عالي الخطورة سيرا على الأقدام خلال الأيام والساعات المسموح بها ويتم إيقاف عمل النقل العام ويسمح لتطبيقات النقل الذكية فقط بالتوصيل للمنازل ويحصر التنقل داخل الأقليم وبين المحافظات على حامل التصاريح فقط أما المستوى الأخير واللي هو بيعتبر بمستوى الأول في المصفوفة هو مستوى الخطر الحرج اللي بيدل على تضاعف عدد الإصابات المحلية المسجلة على مدى ثلاث أيام متتالية أي كل يوم يسجل فيه ضعف اليوم السابق أو في حال ظهور ثلاث بؤر إصابة محلية مجهولة المصدر أو تسجيل أكثر من 140 إصابة محلية في يوم واحد حول هذا المستوى بيانت الحكومة في مصفوفتها أن استجابتها ستتمثل بفرض إغلاق واسع على عدد كبير من القطاعات وستسمح بالعمل فقط لسلاسل التزويد الأساسية العاملين بالخطوط الأمامية اللي هم الأمن والصحة حملت التصريح بما فيهم حمل التصريح لحالات الطارئة الإنسانية والتي تصل لغاية عشر تلاف تصريح يوميا فقط ترجمة نانسي قنقر